اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احكي عن شخصية مهند كأخ ولا بتوقع يوما من عيام ان يكون بهذا المكان احكي عن اخي مهند كمعتقر هلأ مهند انا بنظري محامي كبير بدافع عن حقوق الانسان و بدافع عن المظلوم فبطلع هيك بستغرب يعني وين الغلاط ليش حبسوه وين اشتركوا في القناة بده يدافع بده يحكي بده يقاوم كان عنده هيكي نضال من وقت تخلق بحب الامور تكون كلها يعني صحيحة ما بحب بالغلط هلأ في موضوع نحنا ما حكينا فيه كمان يعني كتير كتير بتحبوه قايلين لأنه بلبنان ما لنا قايلين لأنه بالحبس خايفين يعني منصير بين نارين مهند بسجن وماما نركض فيها بالمشافي يعني قاعدت هيكي صفنت أنه ما قولي نحنا عائلة دمشقية عريقة لنا تاريخنا أحد أجدادنا كان رئيس جمهورية بهالبلد وأحد أجدادنا علامة متحدث أكبر على مستوى سوريا اليوم يتهم بإضعاف شعور قومي يعني بصراحة كان الموضوع كتير مستهجم لأن المتحدث شدة بعض المتحدث في معايزة وقضرت كل المتحدث في الخصوص الأقبس عمل في أدوان الإجراء والفعانات والفرصية هناك شيء إليقا في كل ما هو هو سوريا It was observing trials of states security courts which are public and the prosecution did not submit anything to prove that he was doing something illegal – either by assisting to the hearings of the state security courts, or by publishing information related to them. So there's nothing illegal on that. نحن أصلاً بحياتنا لا فتنا مخفار لا رحنا على شرطة لا استدعينا يعني أنا الأسر العدلي في التلو لأنه مهند على زمان مهند قبل منه ما بعرف الأسر العدلي قبل منه ما بعرف السجن عدر المركزي وين قرنته ما بعرف البحث لم يقرأ في الغد الأسر الإقصال لا يعتبر أنه لم يقرأ بنائي his الله صحيح, وما هو مجدداً البحث كانت لا يعتبر بإمراره الحقين أن الدشتماوية تماماً ولم يراحب الغدان الغدان والحسانيا قم بتفعه في طريقتة المحافظات نحن نسأل ما تدع نفع المقارنة من نحن الناس عندما تستخدمك قبل تحجبك. لا يوجد طريق العدول على عمله في طريقة الإنسانية التي ستعرض الناس إلى السنة. ويقوم بحق الناس بحق الناس. كنت حس انه هو عنده نبوغ يعني وعنده غير عادي يعني على هو سنه انا مهند بالنسبة الي كان احد المحامين اللي تبنوا قضيتي بحالتي الاعتقال اللي اتعرضت الله المرة الاولى من عام 2001 حتى عام 2006 والمرة التانية كانت لمدة خمس سنوات والمرة التانية لمدة سنتين ونص علاقتي مع مهند هي علاقة صداقة انسانية اكتر ما تكون علاقة سياسية وحقوقية او اي شيء اخر مهند بمتلك حس انساني عالي حس التعاطف مع المظلوم للحديث عن مهند يعني انا يلفط نظري بشكل اساسي واكثر ما ترك اثر في وجداني خلال سنتين او سنتين ونصف اللي قدناهم معا في العمل في المنظمة السورية لحقوق الانسان هو ذلك التماهي بين شخصية مهند في العمل لصالح حقوق الانسان والحالة الانسانية والشخصية تبرى مهند اخي الكبير بعد وفاة والدي كان هو المظلة اللي حضتنا وقدر يملي الفراغ اللي بشعر فيه كل ابن تجاه لما بيفتقد له ابوه اشتركوا في القناة